موسيقى موسيقى مساء الخير مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم وحياكم الله معنا اليوم وكل يوم عبر قناة الشرقية من كلباء ومن خلال برنامجكم اليومي المتنوع برنامج حديث المساء نلتقي معكم يوميا في هذه الفترة المسائية لنستعرض معكم كل ما يختص بالمنطقة الشرقية وأخبار إمارة الشرقة وأيضا عنوين لهذا اليوم متجددة ومتنوعة ونتعرف على أهم العناوين موسيقى إمارة الشرقة بيئة جاذبة للاستثمار المشاتل وأهميتها في مدينة كلباء موسيقى إحدى الشخصيات الرياضية البارزة في المنطقة الشرقية إذن مشاهدين هذه أهم العناوين لهذا المساء وسوف بإذن الله نتطرق إلى مواضيع أخرى وأيضا ضيوف تابعونا في هذا المساء ونبتدأ معكم كما عودناكم جولتنا الإخبارية انتقينا فيها أهم الأخبار نبتدأها بأول خبر أطفال الشرقة تستعد لإطلاق معسكرها الصيفي عن بعد في الرابع من يوليو تستعد أطفال الشرقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين لإطلاق معسكرها الصيفي صيفي عبر تقنيات الاتصال المرئيز مستهدفا من خلاله الأطفال في الفئة العمرية من السادسة إلى الثانية عشر سنة من المراكز والجمهور ويقام المعسكر الصيفي للأطفال على فترتين الأولى من الرابع إلى الخامس عشر من شهر يوليو المقبل فيما تقام الفترة الثانية من الأول إلى الثاني عشر من أغسطس حيث يمكن التسجيل من خلال زيارة مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال الشرقة ويجتمل المعسكر على مجموعة من البرامج التخصصية والورش التي تقام ضمن المسارات المعتمدة في المؤسسة ويقدمها عدد من المختصين من داخل وخارج دولة الإمارات بالإضافة إلى العديد من الجهات والمؤسسات وعدد من الموهوبين والمتميزين من منتسب ناشئات الشرقة وسجايا فتيات الشرقة في مختلف المجالات أيضا ننتقل إلى الشرقة للتعليم الخاص توقع مذكرة تفاهم مع مركز صعوبات التعلم وقعت هيئة الشرقة للتعليم الخاص مذكرة تفاهم مع مركز الشرقة لصعوبات التعلم بهدف تعزيز أواصر الشراكة فيما يختص بتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات التي تخصهما والتعاون من أجل تحقيق الاستفادة من الإمكانيات البشرية والخدمات ولما يسهم أيضا في خدمة الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وتهدف المذكرة إلى رسم خارطة طريق للتنسيق والتعاون في مجال تصميم وتنفيذ البرامج والحملات الخاصة ذات الإختصاص بصعوبات التعلم وتبادل المعلومات والخبرات بشأن التعاون في مجال البرامج التدريبية والتوعوية المتخصصة والتعاون في مجال عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية وإجراء الدراسات والبحوث ذات الإختصاص بصعوبات التعلم ودعم طلاب المركز الملتحقين في الحضانات والمدارس التابعة للهيئة إذن مشاهديننا أيضا من الشرقة للتعليم الخاص وإيضا توقيع هذه المذكرة مع مركز صعوبات التعلم ننتقل إلى الجينوم الإماراتي منظومة علاجية تلبي احتياجات المواطنين يعتبر برامج الجينوم الإماراتي واحدا من أكبر برامج الجينوم إذ يعمل بوفق أولويات الدولة في دعم القطاع الصحي من أجل بناء منظومة طبية علاجية ووقائية عالمية المستوى لجميع أبناء الدولة عبر فهم طبيعة الأمراض الوراثية والمزمنة السائدة بينهم وبالتالي تصميم استراتيجيات الرعاية الصحية التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية تفاصيل أكثر مشاهديننا في المقطع التالي سنتحدث عن مشروع الجينوم الإماراتي الجينوم الإماراتي مشروع يضع دولة الإمارات في مقدمة الدول في هذا المجال المشروع يهدف إلى تجميع مليون عين من عينات الدي ان اي لمواطنين إماراتيين وبالتالي تحليل هذه العينات للوصول إلى التركيبة الجينية لسكان دولة الإمارات الإماراتيين ستستخدم النتائج في دراسة أكثر الأمراض الوراثية شيوعا في دولة الإمارات وبالتالي تسخير هذه المعلومات لمعرفة بشكل أكثر التطبب الشخصي الذي يستهدف الشخص بحد ذاته باستخدام نتائج هذه العينات بعد ذلك عملية التشخيص راح يكون فيها دقة أكثر وعملية العلاج راح تكون مسخرة بمعرفة هذه الأمراض طبعا القطاع الصحي في دولة الإمارات لا يعنى بصحة الفرد فقط اليوم ولكن دائما الشغل الشاغل لنا هو تسخير جميع الوسائل والسبل المتوفرة لنا من أجل حماية المجتمع ليس فقط اليوم ولكن في المستقبل والأجيال القادمة طبعا في نهاية هذا المشروع راح تنعكس آثارة الإيجابية على صحة المجتمع في المستقبل والأجيال القادمة راح تسخر العلاجات في سبيل إعطاء المريض العلاج المخصص له على سبيل المثال لو هناك مرضى في مرضى الكلا على سبيل المثال راح تستخدم هذه المعلومات في تسخير علاج مخصص لكل مريض على حدة بحيث تكون نتائج هذا العلاج مناسبة لهذا الشخص راح تحميه وتشفيه بإذن الله من الأمراض كذلك النتائج هذه راح تساعدنا وبشكل كبير الحد من انتشار الأمراض الوراثية وفي كثير من الأحيان القضاء على بعضها كليا طبعا نحن نحفز أفراد المجتمع للمشاركة في هذا البرنامج لأن هذا البرنامج لن يستفيد منه الشخص فقط وإنما مهمتنا جميعا كمجتمع أن نشتغل من أجل أن نساعد بعضنا البعض ومثل ما تفضلت سابقا سيتم تجميع مليون عينة DNA من مواطنين إماراتيين لدراسة التركيب الجينية لسكان دولة الإمارات إذن مشاهدين تسعى دائما دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير وإلى البحث في أفضل الصبل العلاجية وتوفير العلاج الآمن لكل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة فكان هذا آخر خبر لدينا لهذا المساء مشاهدين وننتقل معكم إلى إمارة الشارقة حيث تمكنت إمارة الشارقة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة من جعل بيئة الإمارة حاضنة للاستثمار العقاري الذي يعد أحد أهم الركائز التي دعمت وصول الإمارة إلى أسمى مراحل الرقي والازدهار ونجح القطاع العقاري في كسب ثقة المستثمرين على امتداد السنوات الماضية لوجود الأطر القانونية المنظمة له ومنظومة التشريعات التي ساهمت في خلق بيئة آمنة للاستثمار العقاري تضمن حقوق المتعاملين وتغطي أيضا كل فروع القطاع وأنشطته وتمثل الشارقة من خلال تشريعاتها وقوانينها بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار العقاري وملتقى المال والأعمال حيث يسهم رجال الأعمال من خلال مشاريعهم في خدمة الإنسان قبل المكان ونجحت الشارقة في استقطاب مشاريع ضخمة وصلت إلى مليارات الدراهم خلال الأعوام القليلة الماضية تنوعت ما بين السكني والتجاري والصناعي تمضي هذه المشاريع العقارية مشاهدين في إمارة الشارقة بوديرة منتزينات تتناسب فيها مستوى العرض مع مستوى الطلب واحتياجات السوق معززة بجودة أيضا بجهود دائرة تسجيل العقاري من جهة والمشاريع التطويرية الجديدة التي لبت حاجة السوق العقارية بما فيها من وحدات السكنية وتجارية وصناعية من جهة أخرى وسجلت إمارة الشارقة 152 مشروعا عقاريا شملها حق التملك والانتفاع حتى الآن وتوزعت بين أبراج سكنية ومجمعات ومشاريع متكاملة استخدمت لأغراض سكنية وتجارية وأيضا صناعية ومنها مدينة تلال ومشروع الجدة وجزيرة مريم وواجهة كلباء وغيرها العديد ونجحت القيادة الرشيدة مشاهدين في الإمارة في تعزيز عناصر تكوين بأجاذبة للاستثمار العقاري من خلال متانة وقوة التشريعات والقوانين المنظمة التي تضبط عمليات السوق العقارية والاستثمارية فيها إذن مشاهدين هذا الموضوع وأيضا مشاريع العقارية في إمارة الشارقة سوف نتحدث بطريقة أكثر وأعمق بإذن الله من خلال ضيف أيضا الأستاذ ويسام سوف يرافقنا في الدقائق القادمة سوف نتحدث عن الجانب الاقتصادي والجانب العقاري تحديدا في إمارة الشارقة إذن مشاهدين يتميز مشتل مدينة كلباء من المشاتل المخصصة لعملية التكاثر والرعاية وإنتاج أيضا شتلات ونباتات متنوعة سوف نتعرف عليها أكثر في التقرير التالي من بين الروائح الجميلة والمناظر الخضراء في مدينة كلباء درة الساحل التي تتعدد فيها المشاتل الزراعية لتلبي احتياجات سكان المدينة من أشجار وزهور تمثل المشاتل المساحة الزراعية المحمية أو المكان المخصص لإجراء عملية التكاثر والرعاية وإنتاج شتلات النباتات حيث تزرع البذور أو بعض الأصناف بغرض إنتاج الشتلات تعد المشاتل من أهم أسباب نجاح وتقدم النهضة الزراعية حيث تعتمد على تطبيق الأساليب العلمية المتطورة المختلفة حيث تقوم بإمداد الحدائق بالشتلات والنباتات اللازمة للزراعة في أوقات محددة لتعويض النقص من التلف بنباتات الحدائق واستبدالها بنباتات جديدة بصورة سريعة وهناك أنواع عديدة من المشاتل منها العامة والخاصة والتجارية إذن مشاهدين من هذا المجال وأيضا مجال الزراعة في المنطقة الشرقية وكون المنطقة الشرقية أيضا مختصة في هذا الجانب ككون البيئة متنوعة في المنطقة الشرقية بين بيئة زراعية بيئة بحرية بيئة جبلية فتتنوع البيئات في هذه المنطقة إذن مشاهدين يشهد القطاع العقاري في إمارة الشرقة إقبالا وحركة شرائية من قبل المستثمرين والأفراد وقد حضي العقار في الشرقة بأثقة نظرا للنتائج الباهرة التي حققها على مستوى المبيعات رغم الظروف الحالية لجائحة كوفيد-19 يعد مشروع الجادة العقاري الأكبر من نوعه في إمارة الشرقة ويشتمل على عدد من المرافق الصحية والتعليمية والتنموية وأيضا تحمل هندسته المعمارية روح وعبق الشرقة واللي أيضا مر بمراحل متطورة في الفترة الأخيرة نتعرف عليها بتواجد ضيفنا كما قلنا قبل قليل أستاذ ويسام سعد خبير عقاري في إمارة الشرقة أستاذ ويسام أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك وأهلا بكل أستاذ مشاهدين كله طبعا في البداية أستاذ ويسام نحن نعلم أن إمارة الشرقة إمارة حاضنة للاستثمار والمشاريع العقارية كونها أيضا تتسم بالعديد من المقومات التي تؤهلها أن تكون أيضا هي حاضنة وقاطبة لكل من يريد الاستثمار فما أهمية الاستثمار في العقار بداية أستاذ ويسام قبل أن نخذ بالتفاصيل أولا الاستثمار في مدينة الشرقة أو في إمارة الشرقة اختلف عن مضي لكسرة المشاريع العقارية اللي بيسهدف أكتريتهم من المشاهدين أو بيسهدف أكتريتهم من المستثمرين العرب واكتريتهم من العميل المواطن والعميل الصعودي عن ما قبل الفترة اللي فاتت دي كلها الشرقة شهدت وجود شركة كبيرة مثل شركة الجدة، شركة أرادة، وبتكامل مشروع ممشا، وكامل في بعض المشاريع القوية منافسة اليوم زي ألفز محمد العبر داخل في مشروع جزيرة مريم، موجود داخل الشرقة، فاختلاف المشاريع دي كل ده أدى إلى قوة التنافس ما بين المطورين، ده أدى إلى مصلحة المستثمرين نفسهم، أنهما يجدوا لنفسهم فرصة في استثمارتهم يعني لو نتكلم أولاً على مشروع الجدة، الجدة ممكن موقعه الأول ممتاز جداً، بتتكلمي على بالزبط المدينة الجماعية ومقابل الجماعات الشارقة موقع ممتاز جداً، جب من منطقة الزهية الماجد الفوتين، بتتكلمي بالأكتر كمان أن الموقع اللوكيشن نفسه للمكان نفسه بالقرب جداً من إمارة دبي فممكن على بعض خطوات كريلة جداً أو دقائق كريلة جداً حوالي تقريباً حوالي 14 دقيقة من المشروع لإمارة دبي فالمكان ده كله مد حيوية ومد كمان روح لهذا المكان روح لهذا المكان أكيد يعني اليوم مشروع الجدد، يعني مشروع جداً جميل هو يعني حي سكني بمرافق، بخدمات متكامل كأنها مدينة كاملة متكاملة بأرقى معايير البناء والتطور وأيضاً بنية تحتية أساسية ممتاز فهذا المشروع أستاذ ويسام، ما هي المشاريع أيضاً التي تتخلل هذا المشروع؟ هو مشروع متكامل؟ يتخلله أيضاً مشاريع ممتاز، يعني المشروع ده ممكن مش بس وعبارة عن 25 مليون أدم داخل المشروع ده يعتبرها مدينة وكل منطقة قول مشروعها هي حي يعني في حي ريحان، في حي مسك، في حي ريش، في حي مثلاً ريف في حي بيكون طبعاً المشهور الفترة ديت لو حي نسيك طراز اللي هو جداً جداً المشهور الفترة ديت وكل حي لطراز جميل طراز ده ممكن شواء سكنية أسمرتهم بالكامل ده عبارة عن تم طرح الحد اليوم من هذا ست بنايات بعد مبيع أول خمس بنايات في حوالي ممكن تقريباً شهر نعم يعني عدد المبيعات في هذه الفترة هذا رقم قياسي جداً أكيد 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 ربضه بتتكلمي كمان بالشراكة مع شركة أعمار llam essaさ اللي يكون موجود داخل المشروع وكمان في شراكات تانية مع شركة أعمار في مشروع ZAdris veedaa داخل المشروعة في نادي أعمار بتتكلمي أن الحاجات دي كلها داخل مشروع الجددة من دقيقة هو للعميل البحث على استثمر ان في داخل المشروع حاجات سكرة تأدي لي نجاح المشروع مش لسنة وسنتين قدام لحد عشر سنين قدام نعم وأكثر حتى نعم فالمشروع كله ما فيه زي ما احنا شايفين او ممكن يكون واضح للعمرة كله من المشروع جدا جدا ممتاز كمان لموقعه وكمان للمشروع الجده كمان يمتاز بخطة دفع جدا جدا ممتازة للعميل المستثمر ميسرة للعميل اه ميسرة يعني تقريبا بيدفع تقريبا للعميل دفع ولا بسيطة بقى اقصاد شهرية فدي بتخلي ان الاستقطاع او بتخلي ان الكطاع اللي هم المستثمرين داخل الامارات بيكونوا مستكتبين المشروع دابل اكثر انه ممكن زي نزم عامل زي مشروع التقاعد لأي عامل حبيب انه يبدأ استثمار صغير في الاول بيستهدف المشروع دا يبدأ بيكا استثمار جميل وكما ذكرت ايضا استاذ ويسام ان الشركات المستثمرة في هذا المكان هي اسماء لامعة وبارزة في مجال استثمار العقاري فبالتالي قوة جميع هذه الشركات موجودة والتنافسية ايضا في الوصول الى ابها حلة لا يخفى عليك استاذ ويسام دايما البنية التحتية كلما كانت هناك بنية تحتية واتوقع اليوم دولة الامارات بالشكل العام ليس فقط امارة الشارقة تسعى الى توفير بنية تحتية او بنية كما تسمى المستدامة او تنمية خضراء في البنية التحتية فهذا يعطي قوة ايضا لاستثمار في امارة الشارقة ممتاز الابني كامل بنية تحتية المنطقة المدينة الجامعية المنطقة الموسكرة في الحصة المنطقة دي ممكن تمتاز بيها بالبنية تحتها الممتازة بدرجة أن دي تسمى حاليا الشرقة الجديدة أو داون تاون الشرقة الجديدة أولا في مول كبير مولي الزاهية لستمتفتحهم من حوالي ممكن تقريبا شهر مول قوي في قلب مكان قوي بتتكلمي كمان على جنبيك الجامعات جنبيك المطار الشرقة جنبيك المنطقة أخرى خدمات كثيرة في هذا المكان في المنشروع ده تتكلم على بنية تحتها القلب المنطقة دي جدا ممتازة فعشان كده أن دا بيوت دبيت برضو كمان للمستثمر سكة في المكان أن المكان جدا جدا ممتاز لو العميل حبيب أنه يستثمر فيه جميل طيب هل تعرفنا أستاذ ويسام على أهم المشاريع العقارية المميزة في إمارة الشرقة كما ذكرت قبل قليل ولكن هذه المشاريع كيف تعطي قوة لإمارة الشرقة أولا إمارة الشرقة ممتازة بكوة العقارات التي فيها أو معظم المطورين داخل إمارة الشرقة جدا جدا أكوي على عكس إمارة دبي فيها مثلا إعمار فيها بعض المطورين الكبار ولكن فيها جدا مطورين من قطاع الخاص ولكن لو مليجي نتكلم على أسامي قوة المطورين داخل إمارة الشرقة نتكلم على شركة أرادة دي بيكون صاحبها سماء الشيخ سلطان مع الأمير خالب بنوريد بن طلال نتكلم طبعا على مشروع شركة ألف بتكون طبعا صاحبة مشروع شركة المشروع عمامشا اللي بيكون صاحبه الله رحمه الشيخ خالب سلطاني قسمي اللي بيكون المسؤول عنه الحين الشيخ سلطان بالنيابة عنه شيخ حور بنتكلم مثلا على مشروع جزيرة مريم اللي بيكون موجودة على منطقة البحيرة الخان اللي بيكون طبعا ده بيكون الشيخة بدور مع الأستاذ محمد العبار بنتكلم على مشروع قوي كمان بيكون تابعة لشركة أرادة مشروع فيلا المصاري اللي بيكون موجود في منطقة جوازع بيكون بجوار مسجد الشرقة لو بنتكلم كمان على مشروع كمان قوي الشرق المصدامة اللي بيكون موجود اللي بيكون موجود كمان في الشارق في مطاة الرحمنية برضو مشروع كوي لشركة دايموند اللي نصممها بالفعل مشروع مصدامة في دبي فجدا جدا بديك تتكلم على العقارات أو على التنافس فيكلها أسماء كبيرة وطبعا نسينا أهم مشروع كمان مشروع الزهية اللي بيكون جانب كمان مشروع الجدى والمشروع مامشا لمجد الفتين فتكلمها على مشروع جدا جدا قوي على تنفس المطورين كلهم هي أماكن مشاريع عقارية ولكن بنفس الوقت هي أماكن سياحية حيوية جذبت الكثير إلى إمارة الشارقة يعني خلال حديثك أيضا أستاذ ويسام تحدثت عن الممشى مشروع الممشى وأيضا مسار كل يعني مشروع منهم له خصوصيته له طبيعته له نعم مكانته نتحدث عن مشروع مسار تقريبا المشروع مسار هو عبارة عن غابات موجود بالزبط بجوار مسجد الشرقة بالقرب من يعتبر من أمارة دبي من الجهة المقابلة الخونيج دبي المشروع جدا جدا يمتاز بحوالي نتكلم على حوالي 50 ألف شجرة داخل المشروع موجود مدارس موجود نواد رياضية موجود كاب هاوس موجود حاجات كثيرة جدا جدا لمناخ داخل المشروع الفيلة اللي فيه كمان ممتازة لأن الفيلة كلها بتكون عبارة عن سمارت وهم تكنولوجي الفيلة اللي بتبدأ من أول غرفتين لحد فيلة الخمس غرف والميزة الحلوة كمان ممكن لأول مرة داخل الشرقة الفيلة لأربع غرف الخمس غرف بيمتازوا أنه بيكون معهم حمام سباحة خاص داخل الفيلة والفيلة اللي هاي بيكون غرفتين والثلاث يمتازوا كمان أنه هما مش فيلة المتلسقة زي ممكن بنشوفها في بعض المشاريع التانية المنافسة لا ولكن هي فيلة كمان بيكون جاية فيها طابعة خاص خصوصية بيكون في ظهرك في شارع وأمامك شارع فقدا قدا بيكون تصميمها كويس يعني عندما تكون في مسافة بين الوحدات السكنية في خصوصية في أيضا تداخل للطاقة والهواء النقي في المكان هذا يعطي أيضا راحة في المكان أكثر أكيد أكيد وده ممكن أول حاجة أول مرة في الشارع يكون في مشوابط بالكوة تداخل مرة الشارع جميل يعني كما رأينا في الصور كما نرى الآن أستاذ ويسام الطابع الجميل الحضاري الذي يتخلى له بعض النباتات الزراعة والزجاج هذا بحد ذاته يعطي طابع جميل وأريحية كون اليوم أصبحت الحياة متسارعة الإنسان يعيش تحت ضغوطات معينة لكن عندما تكون الوحدة السكنية أو منزل الإنسان يحمل هذا الطابع في راحة في أمن في استقرار نفسي وكمان لي والأسرته كمان لما يكون كمان الساكن نفسه كمان حوالي كل الحاجات الكويسة حوالي مدرسة حوالي كمان نوادر أطفاله يلعبوا فيها بتتكلم على مشروع متكامل في كل الخدمات وفي كمان البنية التحتية للمشروع كمان كويسة جدا ومواقعة جدا جدا ممتاز يعني هذه القيمة الآن أستاذ ويسام أتوقع أن الخدمات الموجودة في المشروع بحد ذاته إما يرفع من قيمة المشروع أو يقلل من قيمة المشروع فما أهمي أن المشروع تكون في هذه الميزات جميع الخدمات متوفرة لدى المستثمر في هذا المكان أو حتى القاطن أو الساكن أو الذي أيضا سوف يستثمر أيضا في هذا المكان لو بنكلمها بالنسبة للخدمات فدي بقى قوة جدا جدا للعميل عكس العميلة بيكون شاري بيت أو شاري عقار في منطقة خارج منفصلة بره مجمع ساكني المجمع الساكني ده بيكون ميزة جدا كويسة جدا للعميلة أن العميل بيكون عايش جوا بيئة مقفولة كسيكوريتي أو سيكيور أو برايفيسي جوا ليلته هذه الحاجة الثانية كمان بيكون عايز أولاده يكون حواليه يعني في نوادره دي حواليه فيما دلسة ممكن يكون كمان بقرب منه فالحاجات دي كلها بتده قوة للمالك أو المستثمر أنه ما يفضل المكان ده عن أي مكان تاني ممكن يكون منعزل عن حوالي الخدمات نعم وإيضا بالنسبة لمشروع الممشى أستاذ ويسام يعني حدثنا عن هذا المشروع عن مقومات عن خدمات أيضا مشروع الممشى ممكن زي ما قلنا كلمنا على مشروع جدا من شوية لكن مشروع الممشى ممكن من أكبر المشاريع القوية جدا جدا في مارة الشرقة لأنها بيكون مشروع جدا جدا قوي وممكن من الأكثر مبيعا داخل الإمارات مشروع الممشى مشروع الممشى ده بيكون طبعا زي ما كلمنا عنه بيكون صاحب الفكرة أو صاحب الفكرة عن المشروع كان نسموه شيخ خالد بن سلطاني قسمي بعد ما توفى بقى المسؤول عن المشروع الحين الشيخ سلطان القسمي الله الرحمن الشيخ خالد بعد كده بقى المسؤول عن المشروع الشيخ سلطان بنيابة عنه الشيخ حور فالمشروع جدا جدا ممتاز بالزبط ممكن بجوار مدينة الجدة بجوار الزهية على شارع مدينة جامعية مباشرة نعيضة المكان حيوي جدا جنب الجامعة ممكن هو على الكورنر برا على الشارع جنب المدينة الجامعية وجنب جامعة الشارع وجامعة الأمريكية الميزة الحلوة اللي فيه أسعاره كمان خطط الدفع اللي فيه وممكن الممشا اللي محدش يسمع عنه الممشا ممكن المرحلة الأولى تم بيعه بالكامل عبرها عن 33 بناية بالكامل اللي بيعه الفترة الماضية فتم ترح المرحلة الثانية من المشروع اللي بيكون مقابل الممشا الرئيسي للمشروع ويكون الممشا سيرة اللي بيكون عبرها عن 11 بناية داخل المشروع والمشروع جدا جدا ممتاز يعني لو بيب errand من الصور أو بيب errand من الفن денيرات المعروضة بتشوفي كمان الفينيشن من المشروع والمكان بطاقة كمان ممتاز وأن معظم برضو العملة المستدفة للمشروع ده ومعظم من العملة القطاع الاستثماري بيفضلوا المكان ده بيفضلوا المشروع ده يعني وكأن المكان منتجع اه منتجع هو عبرها 11 بناء داخل الممشا والميزة الحلوة اللي فيه النووي بيكون مقابل الممشا الرئيسي كمان ومقابل منطقة الفعاليات فدي منديها ميزة للمشروع جميل ومشروع الممشا كمان هو شبيه لأنه مشروع خالي جدا من السيارات شبيه بالمشروع بيكون معتمد على الأسواد التجارية شبيه زي ما بيقرب في الأرنات أو حاجة اللي بيكون ستوك الشرق الجديد جميل يعني نستطيع أن نقول أنه في نسبة التلوث البيئي قليلة بما أن السيارات بعيدة عن المكان الحياء الصحية سلوب الحياء الصحي موجود يحتاج مشي شوي بين الأماكن هذا ما نحتاجه في الحياء بشكل عام يعني اليوم أنت تستثمر في هذا المكان سيد ويسام تستثمر في المكان كسكن وفي صحتك وفي راحتك فأتوقع اليوم حتى أنك تسافر أو تخرج إلى خارج هذه المنطقة لا أنت مرتاح في مكانك لا يحتاج أنك تغير لي فنادق معينة وغيرها هو مسكنك هو فندق أصبح متوفرح لك كل الخدمات وكل الأماكن كلها متوفرح لك حتى من ناحية تعليم من ناحية خدمات صحية يعني كل الأمور موجودة في هذا المكان يعني تحدثنا عن الخدمات الموجودة والميزة التي تتميز فيها كل مشروع أستاذ ويسام لكن بالنسبة لخطط الدفع الاستثمار في هذا المكان حتى كل من يتابعنا ممكن يستفيد من هذه النقطة ما هي الخطط الشهرية في الدفع والاستثمار أيضا في المكان لو بنتكلم على المشروع مثلا كمشروع مامشى ممكن هو هو الوحيد المشروع اللي بادئ ودي ممكن معظم العاملة المستثمرين ممكن هم بيفضلوا المشروع بذات العميل اللي لسه بيقبل على الاستثمار جديد لسه مستثمر جديد بيبصوا أنها عايزة يدفع دفع أولى بسيطة وإست الشهر بسيط فمشروع مامشى تقريبا بتتكلمها على 3% دفع أولى اللي هي تقريبا حوالي 10,000 درهم للأستوديو وحوالي تقريبا حوالي 14,000 للغرفة والسارة فمبلغ جدا جدا بسيط مبلغ بسيط وزهيد نعم بالنسبة لسه مرات الأخيرة أكيد وبتتكلمها على الأقصات الشهرية بتبدأ جدا من 1,800 درهم للأستوديو تقريبا حوالي 1,800 أو 1,700 جدا للغرفة والسارة فمبلغ جدا كأنه كاستسيارة بالنسبة لأي حد أو حابب أنه يستثمر فده بيدي قوة للعميل اللي هو كامان اللي هو ما فكرش في الاستثمار العقاري قبل كده وده بنسبة له خطوة جديدة أنه هو ياخد اتجاه هو لأنه يحب أنه يستثمر وعلى فكرة معظم العاملة اللي بشتروا الفترة دي كاستثمار لأنه خطوة تدفع جدا مبسطة الشباب اللي كنت تتكلمي في 21 سنة 22 سنة لسه بدئين جدا كتير بنشوفهم بيبدأوا أنه ما حاببين أنه ما يستثمره فحاجة كويسة لأنه بالنسبة له عنده رؤية أنه هو حابب يشتري عقار فبنسبة له حاجة كويسة أنه حابب يبدأ يشتري عقار فبصلا فئة الشباب الآن فئة يعني شباب عاقل متزن يبحث دائما على الاستثمار وأيضا الآن الاستثمار العقاري هو يعني الأصل والأساس بهذه الفترة هو الإنبار صح يعني الاستقطاعات جدا بسيطة بالنسبة للإستثمار في هذا المكان طيب أستاذ ويسام إن حصل هذا مثلا أن الشخص المستثمر في هذا المكان لم يستطع سداد الدفاعات بعد فترة معينة ما المترتب عليه تقريبا ما الإجراءات المطلوبة لما عميل مثلا عندي فسخ التعاقد زي ما بيقوله أو مش قادر أنه يكمل في الفترة دية هو لازم أن العميل بيكون أنا أولا قبل عميل بيجي يشترينا أولا بنصحه عندك أمكانك تكمل في الدفاعات عندك بنبقى نتكلم مع بعض في الأول بنفهم منه هو حتى رده كام بعد الأسئلة بتسأله في الأول أنت ممكن يكون عندك الفترة الجاية الاستقطاعاتك اللي جاية عاملة إزاي بنبدأ نقسمها مع بعض بنشوف العميل عايق در الله لو أنا نفس اللي وليت في عميل عنده مشكلة ممكن بعدين ممكن تواجه وبنصحه بقول لا استنى حاول تخلص كل اللي عليك الأول أو عميل مثلا عنه مثلا ديون وحابب كمان يشتري الحاجات دي بك اللازمة أن يكون عارفها من عميل لو لا قادر الله زم حديك بتتكلم من العميل حابب فعلا أنه حصلت معا مشكلة دي في الحاجة دي ساعتها أنه هو بيكون بعض الرسوم الكنسلة اللي عليه بتبقى جدا جدا أنه هو بيحاول أنه هو يكنسل لازم من أولا لو ما كاملش 30% من كيمة العقار في الحيث دي بيختار لبلد العقد تقريبا اللي هو العرف أو زي كلامه بيقول أن المبلغ اللي بيكون دفعوا العميل ده طبعا بيكون بيحاول أنه هو بيكون رحالي من الآخر يعني العميل بيكونش قادر أنه يتفعل أنه قطع الفرصة عن عميل تاني كان حابب أنه يشتري ففي الفترة دي أنا دايما ممكن هو سؤال جدا صعب أو مش صعب علي بس هو سؤال صعب على أن العميل نفسه لو حط نفسه في مواقف زي ده صحيح لكن جميل أنه أيضا أنتو استدويسان تجعد مع الشخص توضح له أكيد أكيد قبل ما بيشتري كمان قبل ما بيشتري كمان العميل لازم يكون دارس وأنا كمان بيكون فاهم منه عنه كل حاجة لأنه لو عميل الوصد يفهمها حاجة زي كده بيبقى أولا يعني بيحط نفسه في مواقف أنه هو لو جينا مثلا عميل بعد مثلا بعد لو مشروع بتسلم بعد سنتين جي بعد سنة حابب أنه هو يكنسل أو يعمل هنا في اللحظة دي أنه هو بيراجع أولا الشركة بيجي عندنا بيقعد مع كسب خدمة العملة بيشوف منها اللي ليه واللي عليه وبنساتها بيتجه ممكن لدارة الأراضي والأملاك بيشوف الشروط والمواطط اللي بيكون مكتوبة داخل العقل وبن هنا بيبدأ ياخد الأكشن أو بياخد الخطوة اللي هو عيخد خطوة نعم بس بنتكلم على موضوع كانسلة عميل أو مثلا عميل حابب أنه هو ينهي الاتفاق ما بين المطور وما بينه أنا دايما بفضل أنه هو حتى على أقل يكمل 30% أو يكمل لحد فترة الإنشاء من وجهة نظر بنصح كل العاملة دايما ما تضطرش أنك تبيع دلوقتي أصبر لحد من عقار بتاعك يبان على وجهة تسمي الإيبان ويظهر في الفترة دي أنت ممكن تعمل أعداد بها ما السبب أستاذ ويسام لماذا ينتظر هذه المرحلة لأنه هو أكيد لو هو حتى فكر أنه يبيع أنا عايز أن أكسب العميل يعني أنا عايز أن العميل في اللحظة دي أنه هو يكسب مش عايز أنه يخسر صحيح أصلا أنا برضو أن العميل برضو دافع فلوس خسارة أوه تسبب له بخسارة فدائما العميل اللي بيخش في المرحلة اللي زي دي أنا دائما بنصح بله استنى لحد ما عقارك يجهز وفي الفترة دي أنت ممكن تكسب كم من عقارك أنت ممكن تجي تعمله أعداد بها بالعكس أنت ممكن تكسب فيه ممكن 5% 7% من كمهة عقارك جميل بالعكس أنت كنت عايز أن أنت ببيعه فممكن العاملة كتير بيكونش عارفين الموضوع ده ولكن دائما بنصح العاملة بالموضوع دا دائما أكيد طبعا الاستثمار في إمارة الشرق بحد ذاته هو استثمار ناجح كون يعني من لا يسعد في إمارة الشرق ومن لا يبتسم في إمارة الشرق طبعا أستاذ ويسام سعد خبير عقاري في إمارة الشرق كل الشكر على وجودك معنا في هذا المساء وأيضا إعط Chung нас هذه التفاصيل وأيضا هذه النصائح في الاستثمار العقاري بإمارة الشرق شكرا لك سنو سيدا شكرا لك إذن مشاهدين مستمرين معكم في برنامج حديث المسالي هذا المساء وننتقل إلى فقرتنا التالية حيث يأخذنا الزميل وديع محمد لتعرف على إحدى الشخصيات الشبابية البارزة في مجال الرياضة في المنطقة الشرقية ولنعوده